وسط انتقادات دولية مستمرة لسلوك الاحتلال الإسرائيلي في الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي شرعت الولايات المتحدة في التدقيق في الاستخدامات الإسرائيلية للمساعدات العسكرية الأمريكية بدأ المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إجراء مراجعة بشأن الاستخدام الملائم والتخزين والآمن المادي للأسلحة الأمريكية من جانب إسرائيل بما في ذلك القذائف والطائرات المسيرة وأجهزة الرؤية الليلية بحسب مكتب المفتش العام ستجرى المراجعة في إطار تعزيز عملية رصد المحاسبة على المواد الدفاعية الحساسة المقدمة لحلفاء أجانب لكنها لن تنظر فيما وصف بمزاعم جماعات حقوق الإنسان بأن إسرائيل استخدمت الذخائر التي قدمتها الولايات المتحدة ضد أهداف في المناطق المدنية في مايو الماضي أوقفت الولايات المتحدة تسليم نحو 3500 قنبلة إلى إسرائيل بما في ذلك متفجرات تزم 900 كيلو جرام للقنبلة الواحدة واستغضب متزايد بشأن طريقة الإدارة الإسرائيلية لحرب غزة معتبر بمثابة المؤشر الأكثر جدية على استياء الإدارة الأمريكية منذ بدء هذا العدوان لكن البنتاجون عزز في العام الماضي من مساعداته العسكرية لإسرائيل بسرية وسلم طلبيات تشمل المزيد من الصواريخ الموجهة بالليزر لأسطولها من مروحيات الأباتشي الحربية فضلا عن قذائف من عيار 155 ملي متر وأجهزة رؤية ليلية وذخائر خارقة لتحصينات بحسب قائمة داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر الماضي أعلنت الهيئات الرقابية في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين استعدادهما لنشر نتائج تحقيقات بشأن احتمالات انتهاك إدارة الرئيس جو بايدن القوانين في تصدير الأسلحة الأمريكية لإسرائيل من أجل دعم حربها على قطاع غزة بدأت تلك التحقيقات بعد شكاوى من داخل الإدارة الأمريكية من احتمالات وجود انتهاك للقوانين التي تحضر نقل المساعدات العسكرية الأمريكية للحكومات التي انتهكت قوانين حقوق الإنسان أو تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين يشكك منتقلون إذن في قدرة نتائج التحقيقات المرتقبة على محاسبة إدارة الرئيس بايدن في القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل رغم اعترافها باحتمالات انتهاك إسرائيل للقانون الدولي لكنها بررت عملية نقل الأسلحة الأمريكية تحت مزاعم حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها إذن ليس واضحا ما هي التأثير إن وجد والذي ربما يخلفه التدقيق الجديد لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب نظرا لأنه سيستغرق أشهرا حتى يكتمل وربما يحتوي على تعديلات رئيسية في النتائج التي ربما سيعلن عنها شهدين الكرام هذا كان عرضنا ونعود مرة أخرى إلى الزميلين محمد موافي ورغد أبو ليلا